اللي عاوز اداء جمالي يروح يتفرج على الكرة الخماسية. اللي عاوز مباريات تكسب يتفرج على مباراة النادي الاه. قلتلك يا بيل خطة من المبارح بالليل. قلتلك النادي الاهلي هيلعب بتلاتة في وسط الملعب. قلتلك اكرم توفية تحديدة. الراجل الراوغ كان بيقارن بين اكرم وبين اه رامي ربيعة. لعب برامي ربيعة ولعبوا حاجة جميلة جدا. لبرو وسط الملعب. يعني الكرة عدل من ديانجي ومن السلية ومن صلاح محزن ومن محمد شريف. تلاقي في لبرو بعدهم بيتحرك عرضي. طول المباراة بيتحرك عرضي. مش بيتحرك للامام. فالنهاردة فوس كبير جدا جدا. عملوا النادي الاهلي على ساندونز. لما تيجي تقول لي عاوز تلعب كرة حلوة. لأ كرة الحلوة دي والكرة الممتعة. مش في مباريات النوك قاوت. مباراة تخرج من. انت بتلعب عشان تتقاه. كسبان هنا اتنين صف. جون صلاح محزن عزز موقفك بعد التقدم بهدف. نهاردة الاداء التحكيمي فوق الممتاز. والسبب هو انتقاضنا للحكم. اه اه اللي ادار المباراة الماضية. السنغالي منجيتي نضاي. وشكوى النادي الاهلي للاتحاد الافريقي لكرة القدم. واللي عملوا جمهور النادي الاهلي. في اصال اه اه شكواه. الى الاتحاد الافريقي والى مسئوليه. على السوشيال ميديا. كرة كانت لازل حزب ضرب الجزاء. وطارد الانجو. ما اضطرتش. لكن جيجون عود هذا الموقف. فبالتالي ما جيش انا اقول بقى ايه. اصل الاداء النهاردة. انا اقول لك علي مباراة. وقلت لك تفكير روعة. ويختلف عن تفكير سنبا. لان في سنبا كان فيها جبن. انك تلعب بتردد فندر. فقال لك بدل ما لعب اكرم. واعيد الناس لذاكرة موضوع. اه سنبا بتنزيلة. اجيب رامي ربيعة لانا وكنت بقول في يناير يمشي. ويروح المقاولين. يا عم لازم نفكر كرة. لازم تفرح بالتأهل. الراجل اللي كاتب لك هو ميلاد صلاح. بقول لك التأهل من بريتوريا والشياط في متعوبة. ده بيرد على العمر الدردير. ده بيرد على العمر الدردير. ماتش سنبا وكايزر تشيف لسه مخلص. لكن سنبا بتقدم بهدفين. لكن في الاخر محتاج تكسب خمسة عشان تتأهل. ماشي? لكن عاوز اتكلم في النادي الاهلي اللي يخصنا واللي يهمنا. واللي فرحنا واللي يفرح الجماهير في جميع انحاء العالم. جماهير النادي الاهلي. القلعة الرياضية العظيمة النادي القرن في افريقيا. نهار ده انت بتلعب كورة. بتلعب كورة. بتلعب بايه? خطة. عاوز تعمل ايه? عاوز تتأهل. عاوز تلعب كورة جمالية. هنلعب بدورة لمدانية وكورة خمسية. ونجيب لك الوقت افشل وقعد يعملها كده وكده وكده وكده. وفي خدور ووراك ودماغ ومشي عارف ايه ظهره. بتلعب كورة ومحتاج انك انت تكسب. بص يا عمر على سيمبا. سيمبا كسبان تلاتة? طيب تابع معايا. لو اربع يلعب وضربك احنا فتحيني للشاشة قدامة. فالله ما صلى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشرف خلق مبارح قلتلك ايه? قلتلك روعة. قلتلك روعة. الفكر ده روعة. قلتلك الفكر ده فرق بينه وبين سيمبا. انك كنت بتلاقي بسيمبا. فدتنا احساس بالخوف والرعب والسيبان الركب. عكس اه سانداون. سانداون زي فرقة كبيرة. فرقة تقيلة. مالكها هو رئيس الاتحاد الافريقي لكورة القدم. عشان كده كلنا انتقضنا. ما جيت نضاي الحجم السنغالي الظالم في مبارات الزهر بالقاهرة. سي كزاوة عرف ان الاعلام كله بيبص عليه النهاردة. وان الراجل متسبي ما هواش عاوز مجاملة لفريقه لكورة القدم. فبالتالي اه اه الحجم كان فير جدا وعادل جدا في كل قراراته وفي انزارات. عادل جدا في كل قراراته وانزارات. سيمبا تلاتة هوت شايفينه قدامنا مع كايزر تشيف. خسران في الزهابة 4-0. لكن يعني ان انا بكلمك في دلوقتي احنا بنتكلم ان الاهل تأهل. انت عاوز تعمل ايه? ايطاليا بتكسب بطولات العالم. وكاسي العالم بالاداء الممتع الجميل? لا طبعا. لا طبعا. بتلعب بشكل. لازم تأمن دفاعات. وما كسبقه والبرازيل كان بتلعب كورة جميلة جدا ولكنها لا تفوز. لحد ما جاء لهم كارلوس البرتو بيريرا. في كاس العالم 94 في امريكا. وآآ امن دفاعاته. لقب بشكل دفاع كويس. واعتمت في الامام على بيبتو. وآآآ الراجل التاني ده القصير. فلالا بكلمك فيه. انت بتلعب كورة. بتلعب كورة عشان انك انت اآآ تقدم اداء ممتع. النهاردة بصراحة. مستر بيتس موسيماني اللي طالع زعلان من المباراة عشان فرقته. آآ بيبتو روماريو. كسب بها كاس عالم بجملة واحد. كما امن دفاعاته بيك وكسب كاس عالم. كارلوس البرتو بيريرا. كان قبل جدا البرازيل تقدم لك اداء ممتع في بطرات كاس العالم. لكنها لا تفوز. لا تفوز. لحد ما جاء كارلوس البرتو بيرير. وده كان راجل اخصائي تأهيل. وحدودة كبيرة لحد ما مقادل كويت في كاس عالم 82 بالصدفة. وتأهد. وتحول مصاره من اخصائي تأهيل الى مدير فني. فلا انا بتكلم عليه. اهو الراجل بيقولك اللي عاوز يروح المتعة. اللي بيبحث عن المتعة يروح السيرك. تبتلاح بالنهاردة. الشناوي. قدامه بدري بالون وياسر ابراهيم. الراجل جدا. وايمن اشرف. الراجل جدا. محمد هاني. اللي اللي خد خطة في رجله بالاسترزات عورته. لكن الحاجة ما شافاتش قوي. وقدام منهم ليبرو لخط الوسط رمي ربيع. وبيريق وبيقطع. قبل ما الراجل عندهم ايه. بي اول حاجة سرعة جدا. مهاريين جدا. لو انت سيبت لهم تسيمبا خلص ثلاثة صفرة هوت. وخرج تسيمبا وتأهل كايزر تشيف. اللي انا عاوز اقوله بقى هنا. النادي الاهلي لو سبن ساحات للاعبي نادي سان داونز هتقصر. لان هما خفيف الحركة ومهاريين. وشوتنجي من بره وفي لحظة بتيقى قدام الجون. مش لازم تتعلم من دروس الماضي. لازم تتعلم ولازم تلعب على قوة المنافس اللي قدامه. الناس مش هيفتكروا بقى سيمبا ولا هيفتكروا آآ آآ سان داونز هيفتكر لك انك انت بإذن الله تأهلت الى نصف النهائي كالعادة. الاهلي يا سادة في نصف النهائي كالعادة. ما خرجش. ده ما نشدت الاستاذ عمر ابو المعاط. النهاردة واللي قال لي ما نشدته قلت له والله يا عمر اقوله للنهائي. العالم كله يا سادة الاهلي في نصف النهائي كالعادة. مش بقى الشياط في في الجزيرة يا عمر يا درديري. لا الشياط فين بقى ما عرفش. الشياط وصل لأي مرحلة ما عرفش. بتلعب على كاس افريق. مش بتلعب على كاس آآ دورة آآ شبرة رمضانية. لا 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 لا. لازم في تفكير. في مستهزي المباراة انت بتعمل تاكتك. عشان تتعدى فرقة اللي قدامة. طب انت النهاردة بعد الديئة سبعين اقسم بالليلة والاهل ضغط. ها? لكان كسب اتنين وثلاثة. لو الراجل بقى كان ضغط كان بقى كسب اتنين وثلاثة. والاهل كان العادة سكر زياد. ماشي يا عم عنوان حلو برضا. ماشي. فا آآ النهاردة انت لعبت بدأ لبرو الخط الوسط. كانت مفاجئة. بدل ما كان هيلعب باكرم توفيق تالت مع السلية وديانج. قال لك لا حط رمي ربيعة ليبقى قشاش له ده. ورمي ربيعة اللي بتفرج عالماتش هلاقي طول الماتش بتحرك عرضي. ما بتحركش طول الامام. غير في آآ الركنيات. او في القرات السبت. فالنهاردة لا الاداء ممتع. والاداء في زكاء. ديانج النهاردة وعمر السلية الضغط عليهم مش زي ماتش اولاني. ليه? لان وراهم حد بيقطع وبيلم. رمي ربيعة. رمي ربيعة اللي اثبت انه لعيب كويس جدا. ولعيب راجل جدا. ولعيب محترم جدا. ما اصرش قزمة. واحد بقاله ست شهور في الناد الاهلي. قالوا له انت ماشي. وما عملش قزمة. ما فدحش بق. بيتمرن وفرد وشه وبيضحك ومبتسك. عكس لعيب اخرين مثلا زي مراهوه محسن. مراهوه محسن مبوز تب وسط السنين. قال له خليك قاعد في مصر. طب يا جماعة انتوا هتجوا بكرة اتمونوا من من اسوان. واركب معجا وكاسي اجي السوبر الافريقي في في قطأ. او لا خليك قاعد. ليه? لانه عمل الاعلان. محبط. اكد للناس انه مبدع في اهضار الفرص. ده بقى العقلية. فهنا لازم نقول ان الراجل لعب بخطة واقعية. انا قلتلكو يا قبل كده. اللي اقوله ما ما انسوهوش والله. قابل كايزر تشوف انت هتقابل الكاسبان من شباب الازداد والترجي. انت شباب الازداد والترجي. شباب الازداد كاسب في الزهابة 2-0. هنشوف. طبعا لو جيت ترجي. الاهلي بقى ياخد بطار للزمال. ياخد لهم بطار ان شاء الله. وهقولك الموعيد امت? الموعيد 18-6 خارج الديار و 25-6 داخل مصر. هيكون بقى علي معلول رجع وشبع الرجوع والدنيا جده. ويا رب كده هم شيء لعب تناد لها لتوصل الى هذه المرحلة وهمة في الف صحة وسلامة وعافية. 18-6 الزهاب خارج مصر. سواء في الجزائر او في تونس. والعودة 25 بازن الله. بازن الله. طيب انت لعبت النهاردة بالطريقة دي. عشان ايه? عشان تكسب وتتأهل. اول حاجة في منطقة الناس بتأديها في منطقة التركيز وده شيء مهم. اول جول. ياسر ابراهيم بعد زحلقة عمر السلية. لو انت كنت تكملت كنت تجيب التاني والتالت. ليه بقى انت بقيت ليدنج عليه. ليه بقى الراجل الاسم منكوبة ده. المدير فانلسان داونز المغرور. اللي قاعد يقطع في في مسيماني وحكاية ورواية. مسيماني النهاردة في قمة التواضع. في قمة التواضع. وزعلان عشان فرقته. شياط عند الدرديري طب ماشي يا عم انت حر بقى. فهنا الراجل في قمة التواضع. رقم ان هو كسبان فريق. فريق اللي هو عمل طيب النهاردة سيرينيو ماينفعش للنادي الاهل. واللي هيكلم في سيرينيو على انه ينفع للنادي الاهلي. يبقى مش كويس. يبقى معان تلاتين سنة مواليد كام. بص يا بيه. طيب الاول خلي موضوع سيرينيو ده على جنب عشان عندي في تفاصيل. ها? لكن خلينا في الفرقة الاول الاهل في العلالة وشكل تاني. النهاردة طلعب بتفكير وباداء وبتركيز. والنرجل النهاردة فاجئنا بحاجة. قاعد حسين الشحات بقى مداد الماتش. ولعب بصلاح محسن. ولعب بمحمد شريف. فهتحولوا الملعب ولتنم محطات كويسة. ومن تحتهم الاستاذ افش. اوعي يجيلك افش. اوعي يجيلك افش. فدلع الدنيا. كسبت جون وتقدمت التاني. طب النهاردة نجوم المباراة مين? اول نجمة في هذه المباراة هو مسيمان. اللي لعب على تفكير الفرقة التاني. على اداءها وعلى شكلها. هتجي تقول للاداء هقولك يا عمي الاداء والمتعة نعملها لك في اي ماتش تاني. لكن ده انت عاوز تتأهل. عاوز تكسب. عاوز تروح للسيمي فاينل. عاوز تقول الاهل في قبل ان هي يا سادة. لكن اقدت قرى ممتعة. والبست جنين ولا حاجة? يبقى انت خرجت من البطولة. يبقى ايه لازمتك? يبقى ايه لازمتك? ما هو ده الفرق بين ناس عندها قمة وتركيز ايه الهدف? الهدف ان انا حقا هدف جدا. انا قبل المبارضين بتوع سانداونز سانداونز بكسر الدنيا بدور المجموعات. ارجع للنتائج تلاتات واربعات وخمسات وعمل ماتشات روعة. سانداونز فرقة كبيرة. وفرقة ممتازة. انت قلت لو مسيماني عادة من سانداونز بقى مدرب كويس. ليه? ان الفرقة تقيلة. ليه? ان الفرقة فيها عناصر مميزة. ليه? ان هم اصحاب مهارة. طب هو بقى عارفهم وعرف يلعب بالخطة اللي توصلك. يبقى انت ما تجيش تقوم انت او تقول لي بقى ايه? اصطحنا الاداء مش حلو. اللي بيقولك الاداء مش حلو. مش عايزك تفرح يا بيه. افرح بفرقتك. استمتع بفوز النادي الاهل. استمتع بالتأهد. عندك النجم الاول لازيه المباراة مسيماني. انا اكلمك بامانة. لانه عارف يلعب سانداونز واكسب. ايطاليا كان بتقوم بتبني خطوطها الدفاعية. وفي الاخر تلاقي النهاية وبتكسب البطولة حتى لو بضربات جزاء. فانت لازم تلعب عشان تكسب البطولة مش عشان انك تقدم المتعة والقصارة. اللي عاوز المتعة والقصارة نعمله دورة خمسية ونجيب لك اللعبة كلها تدلع كل الناس وتلعب كرة ممتعة. لكن انت النهاردة لعبت على قد امكانياتك وامكانيات المنافسة. ابدع بقى محمد الشناو بعد منه. ابدع ياسر ابراهيم. ابدع رمي ربيع. ابدع بدري بنون. ابدع ايمان اشرف. ابدع محمد هاني. ابدع اه ديانج السلية افشا صلاح محسن محمد شريف. اه اجيه لما نزل حسيني الشحاد ربنا نفك اه اه نحسو يا رب بحقي جاسدنا النبي. ابدع طاير محمد عاوز تحقق الهدف. خرجت متعاد. وانا قلت لك من المباراة الماضية. قلت لك بازن الرحمن الاهل جاسبان ومتأهل الى الدور قبل النهاء. لانه عنده العناصر اللي تؤهله الى التأهل الى هذه المباراة. هيجي لك بقى بكرة على اسوان ومن اسوان هيطلع على فين? على قطر. قطر فيها حضور جماهيري بنسبة تلاتين في المية. اهلنا والمصريين اللي في قطر يعملوا حسابهم يحضروا مباراة الاهل ونهضة بركان بازن الرحمن يوم الجمعة القادمة في اه 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 الدوح بحيث يدعموا الفرقة ويقفوا وراها ويقفوا معاها ويسندوها في هذه المباراة المهمة.